السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفكم شباب شو اخباركم رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة وشرح جديد ان شاء الله تستفيدوا اتمنى لم يشترك بالقناة شترك بالقناة شباب وفعلنا زر الجرس ليوصلوا كل شي جديد طبعا شباب متل ما انا شايفين الشعر من الجوانب ما انه كتير طويل فاليوم رح نشتغل من النمر العالي للواطئ بطريقة الدمج متل ما اشرت لكم بايده شايفين معي كيف بهالطريقة طبعا هذا الاسلوب شباب انا كتير بحبه وكتير بحسه سهل فاذا انت مبتدئ حاول انك تجربه وممكن تستفيد منه وممكن كتير يساعدك وتفهم منه كتير شغلات لهذا الاسلوب بعدين حطينا مش طل واحد ونص شايفين معي كيف بلشنا نشتغل طبعا بدنا نشتغل تحت الاتنين يعني بدنا نحاول نطبق النمر تحت بعضا كمان بدنا شباب هاي هذا الاسلوب وهاي الطريقة بتعتمد على سباتية ايدنا طبعا شايفين كيف حطينا الواحد نزلنا المنويل يعني انا ما فيني اضرب مثلا ضرب يمين ضرب يسار لا بدي امشي متل كأني معلم زيرو بدي امشي بشكل مقوس او بشكل سابت شايفين كيف عم بمشي انا ايده سابتي طبعا شباب بعدها بنرفع المنويل على الواحد متل ما انا شايفين محل ما حطيت اصبعتها بدي اشيل هي تطبيق نمر تحت يعني تحت بعض من الاتنين للزيرو شايفين كيف ايده سابتي ما بحاول اضرب مثلا بطرف الماكينة او او ضرب يمين ضرب يسار لا شباب خلص الماكينة سابتي بشكل مقوس بدي امشي فيها كل النمر كرمال يكون فيه تناسق بالتدريج بالنهاي وهم شي نتنظف على الشغل وننفذ الشعر لانه الشعر ببداية الزبون خاصة بالصيف لما يكون فيه فيه عرق وفيه دبق وزا كان المكيف مصطفى شوي يعني دائما لازم نحنا نتنظف لانه دائما الشعر الناحم شباب ببداية الزبون طعم متل ما انا شايفين هلا حطينا مش طنص بلشنا نشتغل شايفين معي ايده سابتي شباب ما بدي اضرب انا بطريقة عشوائية بدي اشتغل متل ما اشتغلت اتنين بالبداية مشيت فيه بشكل مقوس بدي امشي بكل النمر بشكل مقوس طبعا شباب هلا منجيب عفوا منزل منويل على النص بنشتغل كتير ضروري نشتغل نص بعد مش طنص لانه برجع بذكركم هاي النمره انعم من هديك هديك للدمج اكتر من هاي دائما في عالم كتير بتسأل انه هاي الفرشاي اللي بايده التاني هاي لشو هاي شباب انتي لما بتكون عم تشتغل وعم تدرج بشكل عام الشعر الناعم بلزق عفروة الراس فان احنا بنشتغل بهاي من نفط كرمال نشوف التفاصيل اكتر طبعا متن ما نجاي فين شباب اشتغلنا ربع تحت النص بعدين رفعنا المنويل على الزيرو صرنا نشيل ها في معي بتكون ابسط من هيك شباب بتكون احلى من هيك نتيجي بتكون يعني ابسط من هيك كتير طريقة سهلة وكتير طريقة سريعة كمان دائما انا بحب اني اختصر الوقت وبحب اني اختصر كتير شغلات كرمال ما نحنا نضل ساعة ساعة ونص عزبون لانه هذا الوقت كتير طويل وكتير رح يمل زبون وانتي عم ما تشتغله وانتي اصلا بتمل يعني وبتتعب كتير فدائما انتي لازم تدور على طرق مختصرة وتكون كتير سريعة ونتائجها حلوة اذا نتائجها مو حلوة لا تشتغل فيها ابدا طبعا اتمنى شايفين نضفنا زيرو على خير هلا بيبقى علينا احنا شباب منجيب المقص طبعا رح السماكة هاي اللي فوق رح نشيلها بالمقص العادي اليوم ما رح انا بنشتغل تشفير لانه زبون شعره اشقر وما نغامق يعني ما لنا بحاجة انه نحنا نخفف سماكة الشعر ابدا بس شوي اه ندمج الحرف على المقص العادي بتطلع النتيجة كتير حلوة شايفين معي كيف هاي الطريقة كتير بسيطة شباب وكتير حلوة وكتير انا بنصح فيها بس بدك تمارس مزبوط لحتى تقدر تفهمها وممكن انتي كمبتدئ ما تزبط معك من اول مرة فمعلش لا تخاف واوي قلبك واشتغل والمصلحة دائما انا برجع بذكركم المصلحة بدها ممارسة ولهون شباب هاي النتيجة النهائية لهون بتكون خلص حلقتنا لليوم بعرف الحلقة كانت سريعة بس حبيت انا اصلا تكون سريعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته